لو عندك خاضر وتنميل بالاطراف وضعف وارهاق من اقل لمجهود عندك تقرحات بالفم واللسان وعصبية زايدة وكسل وخمول عندك ضعف بالذاكرة وفقدان الوزن والشهية ممكن يكون عندك نقص فيتامين بيه 12 المسؤول على المحافظ على صحة الاعصاب وانتاج كرات الدم الحمرة وتكوين الحمد النووي وكمان بيحافظ على وظايف المخ فاربعين ثانية هقولك على اهم مصادر فيتامين بيه 12 اول حاجة الكبدة والكلاوي بتاعت البقر والغنم تاني حاجة اللحم البقري تانية حاجة السردين والتونة والسلامون رابح حاجة الحليب ومنتجات الالبان خمس حاجة البيض سادس حاجة الحبوب المدعمة فيتامين بيه 12 سابع حاجة البرتقان والكميترا والمانجا تامن حاجة الرخويات والمحار تاسح حاجة المكملات الغذائية والادوية منها اللقراس ومنها الحقن زي النيورو بايون والترايبي والنيوروفيت والديبوفيت والمسايل كوبلامين دول اهم مصادر لفيتامين بيه 12 في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هكلمك عن اهمية فيتامين بيه 12 للجسم ومين اكتر الناس المعرضين لنقص فيتامين بيه 12 بتبنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شارل غيرك بتبنى ليكم بالصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي الشارج راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم واخر دعواني ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته